بصراحة شديدة أنا النهاردة فخور بالنادي الاهدي فخور باللعبي الكرة المصرية النهاردة كنا ند نهاردة بالمناسبة توقفت توني كروز وقفت مودريتش وقفت فينيسيوس في كرات كتيرة بس برضو عدى في كرات مش قليلة بس عشان ده فينيسيوس فالفيردي في الجونل اللي بيسجله لاعب تقيه لجماعة خبرات وامكانيات مش طبعية هنعمل ليف دي بقى وهتيجي هنا انت النهاردة لعبت النادي الاهلي قدت أضعاف أضعاف قدرتها بس انت دست بنزين على الآخر على الآخر مش تدست تعمل أكتر من كده ريال مدريد هو مش محتاج يدوس قوي بنزين للآخر وإن كان الريال عانى النهاردة وديك الدليل قال له أن شروط المديل الفني الكبير ده وقف على الخط طوال المباراة مش عارف يعمل تغييرات خايف ينزل اللعيبة إلا أقل من اللعيبة اللي في الملعب خايف تغييراته كانت شحيحة جدا الموضوع صعب الأهلي كان صعب أن شروط بيسرخ بره على الخط لعيبة ريال مدريد كان متوترة وكان فيه أخطاء كبابينجا النهاردة كان عنده أخطاء كثيرة ديفيد ألابا كان عنده أخطاء صحيح مدريد النهاردة ما كانش في أعظم مستوى ليه بس هو مدريد يعني لو بـ 50% من المستوى كله لمسه من رجله خطيرة مدريدش يعني وضيع ضرب الجزاء مش ضيعة تصدى لها محمد الشناوي ببراعة وعظمة كالعادة بصراحة يا جماعة النهاردة الواحد لو زعلان زعلان عن نتيجة اللي هي مش معبرة عن اللي حصل في المباراة بس فخور ومبسوط جدا بالنادي الأهلي ومن الآخر كده وأنا قلت لكم الكلام ده من المبارح وهو المبارح يكفي يكفي إن النادي الأهلي وصلنا للمرحلة دي مرحلة إن احنا نتحدث عن مباراة بينه وبين أعظم فريق في الكون ريال مدريد مباراة رسمية مفيش بعد كده شرف ومفيش بعد كده حاجة ترفع الراس حاجة كلها فخر فالنهاردة أنا متفهم وعارف زعل جماهيل النادي الأهلي بس زعلهم بإحساسهم إنه هم كانوا قريبين شوف يا أخي النهاردة الأهلي خسر من الريال أربعة ومن سنتين خسر من بير ميونيخ اتنين بس بس الأهلي لاعب النهاردة مباراة أفضل كثيرا 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 من المباراة اللعبة قدام بير ميونيخ النهاردة الأهلي بيطلع بالكورة كويس بيباصد الكورة بيرقصوا اللاعبين بيأخذوا اللاعبه وبيجرو بيعملوا عرضيات على الأرض وعرضيات في الهوى بيصوبوا من بره بيلعبوا قدام للمديد وبيعملوا كل حاجة في الكورة فيه لعيبة بصراحة النهاردة كانوا امتياز وفيه لعيبة كانوا جيدين وفيه لعيبة كان ممكن يقدموا أحسن يعني بصراحة النهاردة محمد هاني ومحمد عبد المنهم كانوا إبهار منعم تحديداً كوالة لعب أوروبي واصق وسابت وما بيخافش وبيطلع بالكرة بشكل سليم محمد هاني النهاردة بصراحة فوق العادة مستوى فوق العادة كمان حيث إن الشحات كان يعني بينزل وبيطلع يعني كان بيقدم مستوى رائع جداً في المباراة وساعات بيقدم مستوى مش جيد أحمد عبدالقادر شوط الأول عمل شوط أول جيد حمدي فتح الفترة اللي لعبها كان جيد جداً علي معلول كان جيد شناوي طبعاً كان رائع حتى محمود متولي رغم خطائين في المباراة بس في المجمل عمل مباراة محترمة النهاردة الأهلي كان حلوة جماعة مش قادر أقول الأهلي كان وحش النهاردة يعني مش قادر أقول إنه كان ينفع يتأمل أحسن من كده آه طبعاً فرصة أفشة وبالمناسبة فرصة أفشة اللي ضاعت دي الناس النهاردة نشايفها على السوشيال ميديا بعد المباراة حرم عليك أنت بتضيع كرة زي دي ليه إزاي وإزاي لا عادي بتضيع يا جماعة كرة طائر محمد طائر اللي تقال لك فيها لون اللي بالراس هي كرة بتضيع ولأهلي بيضيع بس كان بيسجل بس هي الفكرة اللي كنت بقوله مبارح أنه قدام الريال الفرصة اللي تجي لك هاتها على قد ما تقدر بس ما هي مش كده هي مش بزرار هي فيها توفيق وفيها يعني تركيز في اللحظة دي ضاعت فرصة أفشة ضاعت فرصة طاهر وضاعت فرصة كهرباء ضاعت فرص فرص النهاردة ضاعت من الأهلي بس أصل فكرة أنك تقول أن فيه فرص للأهلي النهاردة قدام ريال مديد في حد ذاتها إنجاز وأداء رائع من الأهلي بك تقدر توصل للمنطقة دي مع ريال مديد ده أنا مبارح عمال أقول هل تيبو كرتوة غيابها هيقص على ريال مديد وهلأ عشان كنت بفكر هو الأهل هيعرف يوصل لمرمى ريال مديد كتير وهلأ أصلا يعني مش هيفري بقى تيبو كرتوة أو غيره بس الأهلاء النهاردة وصل كتير وصل كتير يعني لو نص الفرص النهاردة اللي جات للنادي الأهلي تم تسجيلها كاية الأمور هتروح في السكة تانية خالص بس مرة أخرى حقيقي يعني هارض لك للنادي الأهلي هارض لك للنادي الأهلي